أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد أن مملكة البحرين تفخر دوما بكافة الإنجازات التي يتم تحقيقها في كافة المحافل التي تسجل حضورا مشرفا للمملكة وشعبها معربا سموه عن اعتزازه برياضي البحرين الذين بذلوا جهودهم المخلصة من أجل حصد الإنجازات العالمية وتحقيق الأرقام القياسية ونجحوا في إظهار أفضل المستويات بما يترجم الاهتمام الذي يوليه راعي الرياضة الأول حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا جاء ذلك لذلك سموه حفظه الله بحضور نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بقصر رفع اليوم مع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وعدد من المسؤولين والرياضيين البحرينيين المشاركين في أولمبياد المرازيل ريو 2016 حيث أشهد سمو بالدور الذي يقوم به كل من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في سبيل الارتقاء بالرياضة البحرينية والاستثمار في شباب الوطن الذين هم أساس للإنجازات التي تسعى المملكة لمواصلة تحقيقها على كافة المستويات مقدرا جهودهما الرامية لكل ما من شأنه أن يصب في سبيل مواصلة النهوض بالرياضة البحرينية كما عرب سمو عن تهانيه للمسؤولين والرياضيين المشاركين في أولمبياد البرازيل على ما حققوه من نتائج مشرفة بإنجازات سجلت البحرين حضورا مميزا على المستوى العالمي وهن أسمو العداء روتجبيت لفوزها في سباق 3000 متر موانع للسيادات وحصولها على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016 وكذلك لتألقها بكسر الرقم القياسي العالمي في سباق 3000 متر موانع للسيادات خلال الجولة الثانية عشرة من الدور الماسي لألعاب القوى والذي يقام على استاذ ساندوني الدولي في فرنسا وهم إنجازان رياضيان يتحققان لأول مرة لمملكة البحرين وأشار اسمه إلى ما تقدمه البحرين من اهتمام ودعم للرياضة البحرينية بمختلف ألعابها وما يبدله رياضي البحرين من جهد مميز بالعزم والثقة والمثابرة نحو تحقيق النتائج التي ترفع اسم وطنهم في المسابقات محليا وإقليميا ودوليا مؤكدا سمه أن الدعم والاستثمار في أبناء البحرين في هذا المجال سيتواصل لكل من لديه القدرة والإمكانيات على المنافسة وسيجدون المساندة والتمكين اللازم لتقديم مهاراتهم وقدراتهم فالوطن يفتخر بأبنائه وسيحتضن مواهبهم بالشكل المطلوب من جانبهما أشاد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة واسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة بما يقدم صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من تسجيع ودعم للشباب والرياضة البحرينية للوصول إلى المزيد من النتائج المشرفة التي يفخر بها الوطن كما أعرب المسؤولون والرياضيون المشاركون في أولمبيات البرازيل عن شكرهم لسموه على تهنئتهم بالنتائج التي حققوها في مشاركتهم والتي ستكون دافعا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل لرفع اسم البحرين في المحافل الرياضية المختلفة